إساءة جديدة للإسلام والمسلمين من أنت يا ماكرون حتى تتحدث عن الإسلام؟ من أنت يا ماكرون حتى تسيئ للإسلام وتصفه بأنه يعيش في أزمة؟ من أنت يا ماكرون حتى تلسق الإرهاب والتطرف بدين رب العالمين؟ ما شأن الإسلام بتمرد قلة تمارس الإرهاب دون ضوابط الإسلام؟ ما شأن الإسلام بممارسات حكام عربا كانوا أو مسلمين يقتلون شعوبهم ويشردونهم؟ ألم تدعم هؤلاء الحكام؟ ألم تدعم أمراء الحرب بالسلاح والعدة والعتاد لقتل المسلمين؟ ألم تدعم أنت يا ماكرون حفتر ليبيا الذي قتل النساء والأطفال والشباب ومثل بالجثث لتنهب خيرات ليبيا؟ ألم تدعم سيسي مصر من أجل صفقات السلاح الكبرى وتحصيل الأموال على حساب المصريين؟ ألم ترسل قواتك إلى الشرق السوري لقتل الشعب السوري المكلوم وسرقة ثرواته؟ ألم تمارس جنودك في مال وإفريقيا الوسطى وغيرها أبشع أنواع القتل على الهوية؟ هذا جزء من جرائمك الحالية نهيك عن ماضيكم الأسود هل تتنصلون من تاريخكم واسجلكم الدموي وتلسقون التهمة اليوم بالإسلام؟ دعني أذكرك بجرائم أسلافك في حق المسلمين يا ماكرون ولتسمع جيدا ولتستحي إن أسلافك الاستعماريين يا ماكرون قد أبادوا نصف سكان الجزائر المسلمة طيل مائة واثنتين وثلاثين سنة من الاستعمار ألم تسمى الجزائر ببلد المليون شهيد من وراء سفككم للدماء وانتهاككم للأعراض والحرمات وتمسكم للهوية إن أسلافك يا ماكرون قد قتلوا 42 ألف جزائري في 17 تفجيرا نوويا في عمق الصحراء من عام 60 حتى عام 66 إن أسلافك يا ماكرون قد قتلوا 45 ألفا من الشعب الجزائري آخرين في مجزرة الثامن من مايو عام 45 إن أسلافك يا ماكرون قد مارسوا أبشع صنوف التعذيب والسادية بحق شرفاء الجزائري وشريفاتها إن أسلافك يا ماكرون قد استعبدوا حوالي خمسة ملايين وثلاثمائة ألف إفريقي من السنغال وغرب ووسط إفريقيا تم نقلهم إلى المستعمرات الفرنسية في هايتي والكاريبي إن أسلافك يا ماكرون قد احتلوا تونس والمغرب والجزائر موريتانيا وبنين وبوركينفاسو ساحل عاج وغينيا وتوغو والنيجر السنغال والكاميرون إفريقيا الوسطى وتشاد والقابون والكونغو وجزر القمر ومدغشقر وسوريا ولبنان وشمال العراق والأناضول وكذلك فيتنام وكمبوديا ولاوس إن أسلافك يا ماكرون دمويون حتى النخاع لا يعرف لا دينا ولا إنسانية فلا تتحدث عن الإسلام دين الرحمة والإنسانية والعدالة والكرم هذا تاريخكم وهذا ماضيكم الأسود أما الإسلام فقد بنى حضارة بلغت الآفاق وعلمت البشرية علمتهم الفلك والحساب والطب والفيزياء والعلوم التطبيقية بأكملها وقبل كل ذلك علمتهم الإنسانية والرحمة والعدالة استحيى ماكرون فسجلكم لا يشرف